السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي بلوغات غير جوق بما انه اليوم الاجواء هادئة واصوات ماكو فقررت اسوي فيديو اتحدث به عن تفاصيل حياة المعيشية بدهوك او بصورة عامة في الاقليم هوايا ناس تحب هيج نوع من الفيديوهات يعني بيها معلومات تفصيلية دقيقة ولو هي بسيطة لكن تهم اغلب الناس واكثر الناس سهتم بهذه التفاصيل راح اتحدث عن بعض المصاريف اليومية عن بعض الامور يعني اللي اتخص المصاريف العائلة اليومية وراح تكون مثل ما نقول سوالف يعني عامة ان شاء الله بالنسبة للمصاريف اليومية خلينا اخذ عائلة على مستوى 4 نفارات او 5 نفارات اربع نفارات او 5 نفارات هذا متوسط العائلة يعني هذا ما عدا الاجار او ما عدا المصاريف الجانبية راح نتحدث يعني عن مصاريف الاكل والشرب اللي تستهلكها العائلة مصرف هذه العائلة خلينا نقول بالمتوسط يكون تقريبا 10 الاف دينار باليوم انا اعتقد يكفيها يعني العائلة بهذا الحجم اربع نفارات خمس نفارات يومية 10 الاف دينار تكفيها من خضرتها لفواكهها للخبوز زايد ناقص يعني 10 الاف زين تكون تغطي مصاريفها هذا قلنا ما عدا الاجار وما عدا المصاريف اليومية نجي مثلا عدكم خلي نقول مصاريف الكراوي التكسيات تقدر انت تروح وتجي بتكسيات وتقدر تروح وتجي بباصات او رفات سيارات صغيرة اللي تسمى كيات يعني النفار ب500 دينار هذه بالكية اما بالتكسي يعني الكراوي 3000 4000 كلش كلش 5000 يعني ما تتعدل 5000 دينار هذه اقصى حد للتكسيات اما الرفات او مثل ما نقول الكيات هي تكون ب500 دينار نجي على اسعار مثلا اسعار الغاز دبة الغاز يعني تقريبا هنا بتسع تاراف 10 الاف بتسع تلاف دينار و 10 الاف دينار تتراوح اسعار دبة الغاز بالنسبة للمصاريف الاخرى مثلا عندنا خلي نقول مسألة الماء والكهرب هاي طبعا شهرية هذي ما لنا علاقة بها تجي شهريا يعني بالشهر خلي نقول 20 15 هاي بالنسبة للماء حسب الصرفيات الكهرباء كذلك يعني 25 30 ولو هي محددة يعني الامبيرية واني مسوي فيديوهات سابقة عن هذا الموضوع ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هذه موجودة اسعار المحروقات مثل البانزين البانزين اللتر المحسن ب 1200 ويوصل ال 1400 البانزين العادي 800 دينار او 1000 دينار هاي بالنسبة للمحروقات البانزين بالنسبة للخضرة الخضرة رخيصة بما انه احنا بموسم صيف يعني الطماطع لخيار الكيلو على 500 الفلفل البانزينجان البوتيتا يعني هاي كلها اسعارها بين 750 500 الف 800 700 دينار هاي اسعارها بالنسبة للحوم اسعار اللحوم يعني الكيلو ب 12 و 13 هذا اللحم يعني الهبر الصافي بعشرتالاف او 9000 يكون هذا لحم العظم بالنسبة للدجاج الدجاج ايضا يعني صدر الدجاج هنا اه اللي بيع عظم الكيلو باربع تلاب دنيار تقريبا اه طبقة البيض باربع ونصف بخمسة اه اه يعني بعد شاعدنا بالله اه اه صدر الدجاج اللي بدون عظم اه الكيلو اعتقد اه بخمسة نصف او شوية غالي هذا لانه صاف يعني اه هاي المصاريف اليومية يعني هاي بعض التفاصيل يعني للمصاريف اليومية اه هاي ما عدا مثل ما قلنا لكم الاجارات وهالامور ذكرها بغير فيديوات ان شاء الله استفادتم من هذا الفيديو واشوفكم في فيديو قدم معكم